فدايما أحبائي النور ضد الظلمة والظلمة هو غياب النور إذا ما كانش في نور راح تيجي الظلمة هون الظلمة كانت منتشرة بسبب العبادات الكثيرة مثل ما ذكرت من أجل الفجور والخطايا والفساد والشر السائد في هذه المنطقة فالمسيحي طبعا اللي جاء من خلفية أممية أو حتى من خلفية أمم يهودية خلاص إحنا لبسنا الرب يسوع المسيح والروح القدس ساكن فينا فهذه الأمور لا يليق بأولاد الرب أو بالقدسين أنه يمارسوا نفس الممارسات القديمة يعني الرب غيرنا من الظلمة إلى النور من الموت إلى الحياة غيرنا من أعمال الشر من أعمال الفساد من أعمال الظلمة ويقول لا تعطوا إبليس مكانا فإبليس يعمل دائما في المناطق المظلمة وفي مناطق مظلمة اللي بيزداد فيها الشر والعرافة والسحر والأعمال السحرية والفجور والخطايا الشنيعة من زنا من شهوة عم تتشر في كل مكان فلما هذه الخطايا فإبليس يتحرك في الأماكن المظلمة وعندما نعطي فرصة لإبليس عاوز يأخذ موقع أكثر فمن أولها لا تشترك في هذه الأعمال المظلمة ولا تعطي إبليس مكان خليك يوم بيوم انتظر الرب امتلئ من روح الرب اشهد عن الرب اتلزز بالرب وبكلمة الرب حتى تستطيع تواجه هذه الحياة اشتركوا في القناة